السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وازايكم عاملين ايه يا رب دايما تكونوا بخير معي النهاردة في الفيديو تفاصيل مؤسفة جدا عن دلال عبدالعزيز بعد نبأ معرفتها بوفاة زوجها سمير غانم وكمان تفاصيل كتير عن حالتها الصحية وانهيار لدنيا وامي بناتها وكمان تامر اميني وصير الجدل جدا على يعني وصفه لي سمير غانم باضحوكة مصر طبعا تفاصيل كتير في الفيديو بس في البداية نوحد الله ونصلي على رسولنا عليها افضل الصلاة والسلام تامر امين اصار الجدل في اول ظهور لي بعد طبعا حالة من طبعا كلنا عارفين الموقف بتاعه وبتاع الصعيد لما اتهم بنات الصعيد ان هما بيشتغلوا خدمات عند سن معين وان ولاد اهليهم بيبعتوهم او بيشخنوهم على الاماكن التانية اللي هي القاهرة ويشتغلوا خدمات عند الناس طبعا في الفترة دي اتاخد وقف فعلا وما كانش بيزرع الشاشة لسه ظاهر بقى على الشاشة واول ما ظاهر تحس ان هو عايز يصير الجدل ان الناس تفتكروا او تفضل جايبا سيرته فوصف سامير غانم بان هو اضحوكة مصر عشان نكون متفقين مع بعض اكيد دي زلة لسان ولكن لما يكون اعلامي شهير واعلامي ليه متابعين كتير ويغلط زلة لسان بالطريقة دي اكيد مش مسموح بحاجة زي كده احنا برضو مش هنيجي عليه جدا بلاش كل حاجة نمسك لبعض على الوحدة ونقول هو قاصد انه يقول على سامير غانم كده طبعا كلمة اضحوكة مصر دي يعني اراجوز يعني حاجة مش كويسة كان ممكن يقول ضحكة مصر بسمة مصر سبب بهجة مصر حاجات كتير وكان ممكن يقولها غير اللفظ اللي هو قاله ده فطبعا اخد هجوم كتير جدا جدا وردود افعال متنقضة بين ناس بتقول هو مش قصده وناس تانية بتقول لأ هو قصده وهو عايز يصير الجدل علشان الناس تفضل فكرة احنا خلينا محايدين ونقول هو اكيد يا جماعة لو قصده تبقى كبيرة جدا ولو مش قصده يعني هي زلة لسان وطبعا لازم ما نقفش البعض على كل حاجة تاني خبر معايا وهو رد فعل من امي سمير غانم على الهام شهين وكل المجموعة اللي كانوا في الفرح لما راحوا يزوروا والدتها ويطمنوا على دلال عبدالعزيز داخل المستشفى خصوصا ان المسحة الاخيرة لها بقت سلبية فطبيعي ان اي حد ممكن يروح يزورها لما راحوا يزوروها امي مش قبلت منهم ان هم يدخلوا ولا يشوفوها وقالوا والدتنا تعبانة وممنوع عنها الزيارة ومش قابلوهم حتى يعني بعتولهم مرسال من احدى الممرضات يقول الكلام ده طبعا الموضوع كان باين او ان هم واخدين موقف على رأس طبعا يسرى والهام شهين والبلبة في نفس يوم عزاء سمير غانم وهم بصراحة معهم حق يا جماعة اصلا مش ينفع تبقى بوشين في نفس اليوم تيجي تعزي وتروح تضحك وترقص كمان ناس كتير اتهمت يسرى ان هي فرحانة في وفاته وانا كمان حالينا صراحة هي اكيد مش فرحانة في وفات سمير غاني مين ممكن يقدر يفرح في البناء ادم الجميل اللي هو كان اسطورة الكوميديا سمير غانم انما ورقصها بالشكل ده مع عمري دياب وعمري دياب كمان تحته مية خط ان هو كان بيغني عكس حمائي اللي كان واخد مليون جنيه لواحد غيره كان قال لا الفلوس دي عمري ما هرجحها وبالعكس تنازل واعتزر عن الفرح حداد على روح سمير غانم طبعا مش خلنا متفقين ان الوسط زي ما هو في ناس حلوة في ناس وحشة ولكن احنا تربينا وعادتنا وتقاليدنا ان نعيب عيب لما يكون في حد متوفي ونطلع نرقص ونهزر في نفس اليوم مفروض نراعي مشاعر بعض زي ما اهلين عودونا ان احنا ما نعالش تلفزيون ما نعملش كحك بس كويت ما نضحكش حاجات كتيرة جدا عشان الناس اللي هتقول لي انتي هايفة وكلامك هايفة انا متأكدة ان في مجموعة معينة كده بتقول لا ايه يعني ما ترقصه ايه يعني ده واجب وده واجب روحي ورقصي ولكن يا جماعة ممكن تروحي تعودي مش شرط تفضلي ترقصي بالطريقة دي حال الدلالة عبدالعزيزي الان تم تسريب خبر الوفاة لها جماعة وعمالة تطلب من اه طبعا بناتها انها تتصل بسامير غانم او تروح تشوفه هم بيقولولها ممنوع طبعا كل حاجة ممنوعة وشالوا تلفزيون وشالوا التليفونات مين عندها بصراحة بنات سامير غانم صعب اول موقف اللي هما فيه ان هما بيتحكوا بيهزروا لابسين الوان علشان والدتهم ما تحسش وفي نفس الوقت يمكن قلبهم بيتقطع نفسهم يترموا في حضنها او يعياتوا ومش عارفين يعملوا كده في موقف لا يحسدوا عليه جدا اخبار متنقدة بين انها عرفت ومخاقوا فيه ناس تانية بتقول مخبين عليها الحقيقة فين الله اعلم بس رامي رضوان قال هي قلبها حاسس وان هو توفى والقلب بيحس لما يكون اتنين قريبين قوي من بعض ربنا يرجعها لهم بالسلامة ان شاء الله ادعو لها سلام عليكم